عاوز أبدأ بكلمتين لازم يتقالوا فيما يخص منتخب مصر للشباب تحت عشرين سنة أيوة المردود غير طيب بالمرة حتى الآن تعادل مع موزنبيق في المباراة الأولى هزيمة من ناجيريا بهدف مقابل لشيء في المباراة الثانية وعندك مباراة تلت أمام السنغال يوم السبت في تمام السادسة السبعة مساء عفواً بتوقيت القاهرة هل هزيمة المنتخب في المباراة الماضية وتعدله؟ يفقدنا الأمل تماماً؟ لا طالما القرى لسه في الملعب يبقى الأمل موجود الأمل وارد جداً على الرغم من قوة المنتخب السنغال اللي فاز على موزنبيق 3 وفاز على ناجيريا 1 لكن طالما القرى لسه في الملعب يبقى فيه أمل أوعى تفقد الأمل 11 لاعب قدام 11 لاعب يفرق أنت تكون 11 راجل في الملعب وده اللي احنا أكدناه لمنتخبنا النهاردة في التدريب في ملعب في السادة كلها الحربية وفي الفندوق اللي قام لما كنا موجودين معاه 11 راجل قدام منتخب قوة ومنتخب السنغال وعندك أمثلة كتيرة جداً المغرب شفناه في كاس العالم أحراجت وفازت على منتخبات كبيرة للغاية حتتوقف على حالة اللاعب يوم المباراة حاجة تانية برضو اللي أنا عاوز أتكلم فيها كل النهاردة طالع تقطيعاً في الجهاز الفني بقاعدة كابتن محمود جاهد وده أبداً لا يليق إطلاقاً إطلاقاً مدير فني شغال معاها كابتن حمد حمدان وكابتن كرم مرسي وكابتن أهاب جلال مجموعة محترمة للغاية وبتغذل كل ما لديها من جهة عشان تقدر تعمل حاجة مع المتخب ما هو ده المتخب اللي كان موجود في البطولة العربية وفاز على الجزائر وفاز على المغرب وصعد للمباراة النهية واتهزم من السعودية بركلات الترجيح وأدم مباريات أكثر من رائعة هو ده المنتخب اللي كان موجود هو ده المنتخب اللي عمل مباراة كتيرة جداً وفاز في العديد جداً من المباريات وبالتالي الهجمة الشرسة على الجهاز الفني والبطولة لسه في الملعب ده شيء غير منطقي بالمرة شيء غير منطقي بالمرة بعد يقول لك منتحد الكورة ومثلاً في الدكتور جمال محمد علي صرح تصليح أنا سألت في الموضوع ده قال لك الدكتور جمال ما قالتش كده ما قالتش المعنى اللي الناس كلها خدته إنه هو الراجل عامل إيه دلوقتي؟ الجهاز الفني الحالي سواء كان ده أو الكابت محمد وهبة في 2006 كانوا موجودين من أيام اللجنة السلسية واختيار موفق شوف أنا بقولها لكم كابت محمد وهبة رأي مخروجه مع منتخبات 2006 ده واحد من أفضل المدربين اللي أنت تستمتع بشغلهم والمنتخب بتاع 2006 ده اللعب 15 مباراة فاس في 12 مباراة وتغلب في 3 في مسيرته فاس في 12 مباراة وتهزم في 3 ومعانا فيه مجموعة من اللاعبين المميزين اللي إن شاء الله حيكونوا موجودين أيضاً مع منتخب 2005 فكان اختيار موفق اختيار الكابتن محمد وهبة من المهندس أحمد مجاي شوف أنا بقولها لكم صريحة اختيار موفق أيضاً كابتن محمود جابر مدرب كويس جداً وبشتغل بقلبه وبيبقى على آخره لكن ممكن اللاعب مبقاش موفق في المباراة ولا في اتنين لكن طالما إن القرى في الملعب وليس موجودة وليس فيه أمل لازم نكونوا خلف جهازنا الفان وخلف ولادنا لليس صغيرين في السن لازم إن احنا شخصيتهم تبنى ولازم نحن يقولون لأ ولازم نشجعهم ولازم نقولون إن أنتوا رجالة وإن أنتوا قادرين على العبور ويا ممرات البداية كانت سيئة مع كثير من المنتخبات وبعد كده انطلقت يعني أنا حقول لك منتخبنا الأول في الكاميرون في البطولة الأخيرة منتخب كبير مع ميسر كارلس كروش اتهزم النجيرة في أقول مباراة 1-0 وفوزنا فوز باهت على غينيا بيساو 1-0 المباراة الثانية والانتقادات كانت على آخرها هزيمة وفوز 1-0 على غينيا بالعافية وبعد كده حققنا فوز على سودان 1 صعدنا للدور الثاني فوزنا على كود ديفار فوزنا على المغرب فوزنا على الكاميرون في الكاميرون وخسرنا من السنغال في المباراة النهاية برقلات الترجيح في نسخة 2021 في دورة أبطال إفريقيا النادي الأهلي صعد كثاني المجموعة في النسختين في 2021 ومع ذلك توجب اللقب في 86 منتقب مصر اتهزم في السنغال في المباراة الأولى وفاز بالبطولة في النهاية اللي كانت بتقام هنا في القاهرة في نسخة 2019 في الكنفدرالية نادي الزمالك أنا هتدور الأول برسل نقطتين اتنين ومع ذلك توجب باللقب في نهاية المشوار فيا جماعة أرجوكو بلاش النقط الشديد استنوا لما البطولة تخلص ونشوف وفقوا في السعود خير وبركة لما يوفقوا في السعود نبقى نشوف إيه اللي حصل ونبتد نحاسب بعض ونشوف إيه الأخطاء اللي موجودة عندنا نشوف إيه اللي موجودة عندنا في قطاعات الناشئين وإزاي نقدر إن إحنا نطور قطاعات الناشئين ونبني أجيال متعاقبة وأنا زي ما قلت لحضراتكم البناء ما بيكونش في يوم وليلة ولا في سنة ولا في اتنين الجزال قفلت على نفسها أربع سنين السنغال قفلت على نفسها كتيرا عشان توصل للمستوى اللي هي وصلت له بتخطيط تقول لي تماما لا أقولك لا فيه تخطيط وتخطيط على أعلى مستوى وبادئ حيكون في منتخبات 2005 و2007 و2008 وفيه معايير الدكتور جمال أرجع للتصريح اللي نصب للدكتور جمال الدكتور جمال بتكلم على إيه على إنه هو دلوقتي عشان حتختار جهاز فني لأي منتخب من المنتخبات اللي حتشكل سواء كان 5 أو 7 أو 8 حيكون وفق أسس علمية استمارة موجودة وحنشوف المدرب ده في الحتة دي حقق إيه في بطولاته إيه لعب قد إيه دوراته التدريبية إيه في مجال الناشئين عمل إيه حنبتدي كل حاجة هتكون بحسابات دقيقة لإن أنا مع السيد وزير الشباب الرياضة مفيش أي واحد حيرتقل أنه هو يكون مدير فني لمنتخب من المنتخبات المصرية إلا وفق أسس علمية صحيحة عشان لما نجي نحاسب نحاسب صحة تمام؟ لكن أنا ما بقولش أن الاختيارات السابقة في الكابتن محمد محمد جابر أو الكابتن وهبة كانت خطأ لا ده أنا بقول لكم أنا عشرت كابتن محمد وهبة راجل لعب 15 مباراة فهزم 12 جدت هزم في 3 واحد من أفضل المدربين اللي أنا شفتهم فكر وتدريب وكل شي كابتن جابر عمل نجاحاته في البطولة العربية شفناه فأرجوك يعني أما يكون الراجل في بطولة ودخل على مباراة مصرية مصرية بتحدد مصير جيل أقول له لأ أنت ما تنفعش وإنت وإنت لأ لأنه لازم أقول له إحنا وراك وكل مصر وراك وإن شاء الله بإذن الله نعبر هذه المحنة وتكون دافع أن إحنا نتقدم في البطولة إن شاء الله بإذن الله والولاد النهاردة يعني عندهم إصرار وحسين باللي هما فيه والموقف اللي هما حطوا نفسهم فيه وإن شاء الله بإذن الله نستطيع العبور في مباراة السنغال يوم السبت بإذن الله وبعد كده نبقى نشوف إيه اللي عندنا وإيه الأخطاء ونقدر نحن نعالج هذه الأخطاء لكن ما يحدث من يعني أصرحات تسيء للراجل والجهاز الفني أنا غير رضي عنها بالمرة وأنا بقول على الثاني ما نسيب للدكتور جمال علي جمال محمد علي مدير الإدارة الفنية المدربين في الاتحاد المصري ما نشوفه بداية أبداً الراجل بقول إحنا حالياً عاملين استمارة على أساسها هتم اختيار المدربين وقال الكابت المحمد جابي ما خضعش على زي اللي استماره إنه كان معين منذ قبل ولكن إحنا شفنا أن الراجل قادر على إنه هو يستمر مع المنتج فيش أي مشكلة خالصة لكن بقى اللي يقعد يقول لك عسن جاء عشان فلان وابن فلان وقال إيه إيه ده إيه ده ده مين عاقل اللي يقول كده مين عاقل اللي يقول كده ومين قال إن كابت محمد صلاح بيتدخل من قريب أو من بعيد الراجل في حتة تانية وناجح ومركز في شغله بلاش الحاجة الحلوة اللي عندنا نقطع فيها بلاش الحاجة الحلوة اللي عندنا اللي احنا بنفتخر بها في كل مكان نقطع فيها خلوه رمز للأجال اللي طلع ده اللي أنا حبيت أبدأ به طبعا